اشتركوا في القناة 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 وهو موجود في بيته في الحمل اللي هو اللي أساسا هو صاحبه وبدي يتراجع فيه وهذا إلو علاقة بالحمل إلو علاقة بالجيوش والعلاقة بالقدرة العسكرية وقرارات سياسية وإلى ما لنهاية والمريخ إلو علاقة بالنار وبالحرب والأمور هاي يعني برضو نفس الليشي بدي يتراجع في بيته وفي نفس اللحظة رح يرجع يشكل الزوايا الخطرة اللي موجودة أساسا كلها بالجدي مع بلوتو مع المشتري مع زحل وهاي التشكيلات رح تسبب وخصوصا اللي مع بلوتو تحديدا هي اللي رح تكون الأخطر المشتري إلها علاقة بالاقتصاد زحل إلو بالأحداث المفاجئة ولكن مع بلوتو إلو علاقة بأشياء عنيفة وأشياء مفاجئة وصادمة على كل المستويات وصلت المعلومة طيب خلينا نبدأ الآن توقعاتنا مع برج الحوت طبعا أول إشي من نحكي عن الشمس الشمس اللي موجود مقابلكم تماما هي شوي تعطي اهتمام أكثر لتعزيز الشراكات شراكات المال أو العاطفة أو علاقتكم ما بينكم وبين الأزواج أو شركاء المال وبرضو في بعض الأشخاص منكو اهتم بمسائل إلها علاقة بالقضايا أو أمور إلها علاقة بالمحاكم وفي منكو اهتم بأمور صحية البيت السابع إلو علاقة في كل هاي الأمور اللي إحنا ذكرناها فعشان هيك كان الضغط موجود على هذا المكان تحديدا بالفترة الماضية ورح يستمر خلال الأسبوع هذا اللي إحنا مقدمين عليه طبعا عطارد كان موجود في البيت السابع عزز من قدراتكو على البيت السابع لإشياء اللي إحنا ذكرناها الآن بدو ينتقل على البيت الثامن يعني أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة إلها علاقة بالبنوك ضريبة تأمين قروض حل مشاكل إلها علاقة بالأموال المشتركة ميراث نفقة مصاريف دفعات إشي إلها علاقة بالصحة مصاريف بيتية كلها برضو إلها علاقة بالمسائل اللي هاي حتى مسائل البنوك بتظهر من هاي المشاكل طبعا عطارد رح يساعد في حل كثير من هاي الأمور اللي إحنا ذكرناها الآن الزهرة اللي موجودة في البيت الخامس اللي سببت أشياء إلها علاقة بمسألتين ارتباط أو عاطفة حظ وزن زيادة في الوزن وأمور إلها علاقة بالحمل يعني هاي أهم الأحداث اللي كانت بالفترة الماضية اللي يعني الزهرة عطتكو وهي سعيدة حضوض على هاي الأشياء منحتكو حظ في بعض هاي المسائل أنقذتكو من أشياء كانت صعبة ولكن الآن بدأت انتقل هي وتروح على البيت السادس اللي بتعزز أشياء إلها علاقة بالعمل إلها علاقة بالصحة إلها علاقة بأمور يعني كلها بتصب في مصد العمل والصحة عشان هيك اللي مريض ممكن الفترة هاي صحته تتعافى ممكن يشعر بنوع من أنواع التحسن الإيجابي وممكن عمل جديد أو تطوير علاقة بعمل معين ممكن يعني يكون فيه نوع من أنواع التفاهم الإيجابي أو ترفيع أو ترقية أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا منحكي عن المريخ المريخ اللي يضغطكم ماليا يعني كان شو ما بيجي منتوج مالي أو شو ما بيجي مكاسب مالية أو أرباح أو رواتب أو من وين ما إجت الفلوس بتلاقي مباشرة في مصاريف مقابلها تأخذ اللي أنت جمعته وزيادة السبب وجود المريخ والمريخ الآن بتهيئ يعني أبطأ بحركته وبدو يبدأ بعملية التراجع فعشان هيك بتكونوا حذرين على أموالكم على نفقاتكم على التزاماتكم وتنتبهوا من النصابين والمحتالين اللي ممكن يتآمروا عليكم بالفترة هاي أو يستغلوكوا أو يغرروا فيكم أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا بيت الأصدقاء زحل موجود مشتري بتراجع موجود وزحل بتراجع بلوتو برضو بتراجع فهدول الأمور بتضغطوك على مستوى بيت الأصدقاء ممكن تشعر بخدلان بعض الأصدقاء أو تخلي بعض الأصدقاء عنك ممكن تشعرت بشوية مشاكل سببوها الأصدقاء ممكن تآمروا عليك بعض الأصدقاء أو يعني اكتشفت إنه هدولا لا يصلحوا بأنهم يكونوا أصدقاء يعني أنه امتحنتهم بوضع أنت بحاجة لا أنه تشوف مين اللي بوجب جنبك ومين اللي بتخلى عنك فالحمد لله الفترة الماضي كانت كفيلة بأنها تعري أساساً أي حد الآن البيت الأول نبتن كوكبك الأساسي بيتراجع فعشان هيك بسبب لك خلافات على المستوى النفسي هو اللي بيخليك في لحظات تشعر بعدم القدرة بالوسواس بالتخيلات بالوهم بالخلافات بتتقلب نفسيتك بسرعة هائلة جداً كثير من وليد برج الحد دخلوا بنوع من أنواع الاكتئاب وكثير منهم أخذوا مسكنات أو مهدئات بالفترة الماضية لأن الأجواء شوي كانت حدي وضغط عليهم بشكل كبير أما بالنسبة لأورانوس اللي في البيت الثالث اللي بعطيه حال من حالين يعني يا إيجابي يا سلبي يا بعطيه قدرة على التنقلات والاتصالات والحوارات والسيارات أو اهتمام بسيارة أو شراء سيارة توطيد العلاقة مع الإخوة مع الجيران الامتحانات بتكون ميسرة وسهلة بتقدر تجاوب وتحل بنقاشاتك جاهز قدرة على الإقناع عالية جداً تنقلات وسفريات قصيرة بتكون كثيرة طبعاً هاي إيجابياته الآن أورانوس العلاقة بالمفاجآت فيا بعطيك هاي الإيجابية اللي احنا ذكرناها يا بعطيك عكسها تماماً من سلبية فبدك تكون حذر دائماً تكون جاهز ومستعد على كل اللي ذكرناه من البيت الثالث عشان ما يفاجأك بإيش سلبي بالعكس تكون الأشياء إيجابية ولصالحك خلينا نروح على التوقعات الأسبوعية ونشوف تأثيرات القمر لحاله مع تأثيرات هاي الكواكب إيش ممكن يطلع هذا الأسبوع أو إيش توقعات هذا الأسبوع من مساء اليوم الخميس القمر في الحمل حتى صباح يوم الأحد بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية ممكن يتقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقي اعمل بجدية نظم شؤونك المالية ويمتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة من صباح يوم الأحد القمر بصير في الثور حتى مساء يوم الثلاثاء بتنشطوا في أمور العلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار حافظ على الموضوعية والهدوء والرصاني حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة الخاطر وقوة الأفكار والأعذار تتمتع بالدينماكية عالية وحماسية من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير في الجوزاء حتى صباح يوم الجمعة بتنهمكوا بيومور إلها صلة بالبيت والعائلة أهمش أنك ما تتهرب من المسؤوليات وإن كثرت نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح كما إنها هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية من صباح يوم الجمعة القمر بصير في السرطان حتى عصر يوم الأحد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم يعني هاي الفترة بتقدم فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك للتعارف والارتباط عندك نشاطات متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتازة هاي الفترة إيجابية حاول تستغلها يعني تعوذ كل الأشياء اللي كانت ضاغطة عليك بالفترة الماضية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر